فإذا إحنا بدأنا برسالة عتاب ثم نصيحة رسالة نصيحة أيوة وإيه الرسالة اللي بتيجي بعد النصيحة في الحقيقة زروبابل ابن شقال تقيل كان خادم محترم زي حضرتك وياهوشع ابن ياهو صادق كان خادم محترم زي حضرتك والشعب كانوا ناس حلوين زي اللي بيسمعونا تجاوبوا مع رسالة حجي ما قالوش لا دا الكلام دا مش من الرب فيه أنبياء ترفضت رسالتهم يعني زي أرمية وعموما الخادم سواء سالته تتقبل أو تترفض ربنا قال لأرمية سواء هما سمعوا أو امتنعوا يعلمون أن نبيا كان في وسطهم نسمعنا داقوا الأمرين يعني السبه والكده فأكيد لازم يسمعوا يعني هالمرة فنشكر رب فيقولك الكتاب في حجي واحد آية 12 حينئذ سمع زروبابل ابن شقال تقيل آه تمام ويهوشع ابن يهو صادق الكاهن العظيم مش بس دولة دولة قادة وخدام وكل بقية الشعب صوت الرب إلههم وكلام حجي النبي كما أرسله الرب إلههم وخاف الشعب أمام وجه الرب فجاءت الرسالة الثالثة كانت رسالة تشجيع فقال حجي آية 13 فقال حجي رسول الرب برسالة الرب لجميع الشعب قائلا أنا معكم يقول الرب إنها رسالة تشجيع يعني كأن ربنا يا خدم الرب أخ نزار كأن ربنا ما صدق إنهم تجاوبوا فقال حجي إلحق إلحق روح روح بسرعة روح بسرعة أقول لهم أنا فرحان بيكم وأنا مش هسيبكم تروحوا الجبل لوحديكم طالما أنت يا زرباب التجاوات وطالما يا يهوشع يا ابن يهو صادق الكاهن العظيم تجاوات وطالما بقيت الشعب تجاوبوا مع صوت الرب إلههم رح ربنا باعت حجي برسالة اسمها لرسالة تشجيع أقول لهم يا حجي أقول لهم يا رب أنا معكم يقول الرب إنها رسالة تشجيع الشيء اللي بيذهلني أخباس مؤكد أنت عارف هذا الإشي إنه الله كان بيستخدم الأنبياء في ظروف معينة في أوقات معينة أمام ملوك أمام كهنة أمام الشعب يعني عم بيكلموا الكل من الإدارة السياسية أو المدنية للإدارة الدينية للشعب يعني كله والشيء الحلو أنه كان صوت النبي هو تعبير عن صوت الله للشعب في تلك الأيام بالضبط يعني عبارة حلوة جدا جدا رب قال لعن ناس كتير على فكرة كل رجال الله يعني رب شجحهم بهذه الرسالة لما ربي يقوله موسى أنا معك لما يقوله يشوع أنا معك لما يقوله جدعون أنا معك يعني إنها رسالة العرمية أنا معك كلهم أنا فإنها رسالة تشكيح نفس الكلام في متى 28 لما قال لهم نروحوا للقبل أو نروحوا للعالم اذهبوا للعالم أجمع وكريزوا بالإنجيل للخليقة قلوا يا رب إحنا 11 تلميز أو 12 تلميز نروح فين في العالم قال لهم ما يخذوا رسالة دي أنا معه ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر فالخادم النهاردة لما بيطيع صوت الرب والشعب لما بيطيع صوت الرب وما يحطش العرقيل والمشاكل قدام عينيه ويروح للقبل أيوة رب كلامك صح استنى استنى يا حجي روح شجحهم وقول لهم أنا معكم كل الأيام يقول الرب أمين أمين فإذن رح نيجي للرسالة الرابعة في هذه اللحظات حلو يبقى الرسالة الأولى رسالة عتاب ورسالة تانية رسالة نصيحة ورسالة التالتة رسالة تشجيع بقول لكل خادم وبيقول لكل شخص يطيع صوت الرب الرب بيقول لك أنا معاك أنا مش هسيبك لوحدك ترجمة نانسي قنقر